قبل قليل إلى أن هناك مناخ محليا ليبيا وإقليميا ودوليا يغلب الحوار أو هذا التوجه على المضي لخيارات عسكرية لكن إذا وضعنا هذا الأمر كأساس ووضعنا إلى جانبه المعشرات التي تأتي على لسان الرئيس التركي من خطاب تصعيد ضد أطراف ليبية لسيما المشير خليفة حفتر كيف بالإمكان تفسير هذه المواقف في ضوء هذا المناخ الإيجابي الجديد الذي أشرت إليه؟ أولا عبارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برأيه ينبغي أن تقرأ بنصها الحرفي الجملة كانت مشروطة أو شرطية إذا جزت التعبير هو قال إذا ما حدث كذا وكذا فأنقرة لن تقبل بذلك يعني ما أقصده تحديدا أنه عندما يقول الرئيس التركي أنه إذا ما تم خرط وقف اطلاق النروة تراجع هذه الاتفاقية الشفهية حتى وقررت مجموعات المشير حفتر التقدم بإتجاه طرابلوس فأنقرة التي الآن تنسق مع حكومة الوفاق لن تقبل بذلك وستتدخل لكن هذا يمثل تهديد ليس كذلك دكتور سمير وكذلك هو الذي جاء مقرون بعبارة أخرى أشارت إلى أن حدم التوصل الاتفاق في موسكو مثل هربا من قبل الرجل وهنا بإشارة أردوغان للسيد خليفة حفتر في نقطة مهمة أن المشير حفتر عندما قرر الذهاب إلى موسكو كان يعرف جيدا برأي طبعا هذا لماذا يذهب وما الذي سيحدث هناك كان يعرف تماما أنه سيكون أمامه طاولة حوار روسية تركية وليس روسية وهذا مؤشر برأيه على أنه قبل توجه المشير حفتر إلى موسكو كان فيه وراء الكواليس مفاوضات محادثات تمت بشكل أو بآخر ودخل على خطها أكثر من لاعب وإلا لما كان ذهب المشير حفتر إلى العاصمة الروسية لكن الأهم من كل ذلك كما قلت لك أنه اتفاقية موسكو برأيه الشخصي ومن المتابعة لا أعرف تفاصيل الاتفاقية تحديدا كان من المفترض أن تكون اتفاقية هدنا تترجم الاتفاق الشفاهي بإتجاه وقف النار إلى اتفاقية على الورق هذه المرة هي لم تكن برأيه اتفاقية سياسية بمعنى أنه تناقش الحل في الأزمة الليبية مناقشة الحل في الأزمة الليبية ستكون في البداية في مؤتمر برلين الآن بعد الآن لا أعرف كيف ستكون الأمور في مؤتمر برلين إذا فعلا ما توجهت الأطراف إلى هذا المؤتمر دون الحصول على هذه الورقة الدعم بإتجاه توقيع هدنة بين الأطراف المحلية تكون مؤشر مهم يشجع الأطراف الإقليميين والدوليين أكثر فأكثر على الوقوف إلى جانب تسوية سياسية للأزمة في نقطة أخيرة لن أطيل باختصار أنه الآن نعم المشهد من الخارج يبدو معقد لكن في عنا حقيقة أنه أكثر من لاعب إقليمي ودولي دخل على خط الأزمة الآن في نقاش برأيي روسي ألماني أمريكي تركي إيطالي واسع بإتجاه التفاهم حول صيغة تسوية سياسية لهذا ما أنا قصدته في البداية يعني الآن في فرصة أنه المجتمع الدولي بشكل عام يدعم هذه الفرصة ويريد أن يفتح الطريق أمامها حراك أممي أقصد الأمم المتحدة القرارات الأممية وتفعيلها مجددا في الملف الليبي ترجمة نانسي قنقر